ونحن نسمع ما تقوله نشاهد هذه الصور التي وصلتنا من حيفا قبل قليل وهي لسقوط هذا الصاروخ التي تقول وسائل العالم الإسرائيلي أنه سقط في منطقة مفتوحة في الفعل منطقة مفتوحة قريبة من مناطق تجارية من مناطق سكنية في منطقة الكريوت وهي منطقة في خليج حيفا معروفة بأنها الضواحي الصناعية والضواحي السكانية لمدينة حيفا فيها عدد كبير من المصانع مختلف أنواع المصانع من المصانع الدقيقة للصناعات العسكرية وحتى صناعات المثلجات حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أضرار لم يتم الإبلاغ عن خسائر لكن الصاروخ صحيح أنه سقط في منطقة مفتوحة لكنها منطقة قريبة جدا من منشآت موجودة في تلك المنطقة يرجح أنها منشآت تجارية حتى الآن لم يجري التطرق في بيان رسمي إسرائيلي لا من الجيش ولا من أجهزة الأمن الداخلية الإسرائيلية أو حتى من الإسعاف والإنقاذ الإسرائيلي حول طبيعة هذه المنطقة التي سقط فيها الصاروخ وإن كانت هناك خسائر في الأرواح أو أن الخسائر مقتصرة على الممتلكات فقط خالد سنكون معك أحمد لمتابعة كل جديد خاصة مع خطاب نائب الأمين العام لحزب الله الذي يتوقع أن يبدأ بعد نحو ربع ساعة من الآن لنعرف كيف يمكن أن تتوجه الأمور في الساعات والأيام المقبلة نظرا لأن إسرائيل تستعد هي أيضا ليس فقط للرد على الصواريخ التي تصل بشكل يومي ومستمر من حزب الله لعديد من الأماكن في شمال إسرائيل ولكن استهداف إلى حيفا تحديدا لكن أيضا